ارسلا باندر لي الست اللي هي مسكة للتحادل اوروبي ويعني هي اللي بتدور كل حاجة وتصريحاتها المفروض تصريحات يعني كواية جدا تلعي تقولك ايه تقولك على فكرة العمل ده عمل تخريبي وهيستدعي رد استدعي ايه رد يعني ايه استدعي رد يعني انت ممكن تلاقي الناتو بيرد على روسيا هي الست موضحتش بيرد ازاي هل مثلا بعمل تخريبي هو كمان ضد مصالح الروسية ممكن بس لو روسيا تم ادانتها وانا مش حالف برضو هيدينوها ازاي يعني ازاي حيعرفوا يحققوا ويدينوا الروس ما عرفش الموضوع ده هيتم ازاي بس لو تم ادانتها توقع ان الناتو يخش في الحرب رسميا مع اوكرانيا او ان هو يفرج عن اسلحة حديثة للجانب الاوكراني خاصة انت بتتكلم النهاردة تم اصدار نتيجة الاستفتاء اللي بتعمله روسيا في المناطق اللي هي مسيطرة عليها في اوكرانيا وقال لك والله 97% وفقوا ان هما ينضموا لروسيا معنى كده الحدود الروسية اصبحت داخل اوكرانيا والجيش الاوكراني اللي بيدرب في منطقة دونباس دي ده بيعتدي علي حدود روسية ما يستدعي ان جيش روسي يستخدم كل اسلحة بتاعته فاحنا قدام مرحلة جديدة بس طلعت CNBC وخلي بالك ده الموقع الرابع اللي يكلمك على مشكلة في تخزين الاسلحة او مخزون الاسلحة لدى اوروبا ولدى امريكا الموقع بيقولك اين